صحيح أن فيروس كورونا يسيطر على العالم بأخباره وما حولها من جدل لكن زعيم كوريا الشمالية استطاع أن يجد له مساحة من هذا الاهتمام فما زالت الأخبار متضاربة حول صحة كيم جونغ أون وسبب اختفائه فإذا كانت الأخبار غامضة عن زعيم غامض لدولة غامضة فمن الطبيعي أن يلفت الخبر النظر ويأخذ جزءا من الاهتمام ودعونا لا ننسى أن كوريا الشمالية دولة نووية في محيط خطر وعلاقات دولية متوترة سليم أم مريض أم رحل لا يزال الغمض يكتنف مصير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ظل استمرار غيابه الجارة الجنوبية تحاول ضحط الشائعات بشأن صحته مؤكدة أنها لم ترصد أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية حكومتنا لديها قدرات استخباراتية تؤكد أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث في كوريا الشمالية هذا الموقف لم يتغير كيم جونغ أون حي وبخير ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية رجحت مسبقاً أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا التكاهنات حول صحة كيم جونغ أون لم تتوقف منذ تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في منتصف أبريل الجاري ولم يظهر حتى الآن بشكل علني منذ ذلك الوقت رغم ورود معلومات عن إرسال الصين فريقاً يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن كيم فإن وزارة خارجيتها علقت بأنها لا تملك أي معلومات لتقدمها بخصوص صحة كيم في كوريا الشمالية الصورة لم تتضح بعد بين غموض ونفية وإن عادت بعض وسائل الأعلام المحلية لتناول أخبار بشأن أنشطة كان يتابعها الزعيم الغائب رفيد ياسين العربية معنا من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات رئيس برنامج الدراسات الآسيوية في مركز الأهرام دكتور محمد أهلا بك معنا في بانوراما لهذا المساء آخر المعلومات لدينا تنقلها الأسوشياتي بريس عن مسؤول في كوريا الجنوبية يقول أن بلاده لا تزال واثقة من عدم وجود تطورات غير عادية في كوريا الشمالية إذن برأيك لماذا كل هذا الاهتمام وكل هذا الجدل ومحاولة نبش أي معلومات عن زعيم كوريا الشمالية في كل إعلام العالم رغم أن العالم لا تنقصه مشاكل في ظل أزمة كورونا نعم أعتقد هناك أسباب كثيرة وراء هذا الانشغال أولا تأكيد مسؤولين من داخل كوريا الجنوبية أنه لا يوجد شيء غير اعتيادي داخل كوريا الشمالية ربما المقصود به فقط هو التأكيد على أن الزعيم الكوري الشمالي مازال على قيد الحياة ولكن هذا لا ينفي في نفس الوقت أن هناك شيء ما داخل كوريا الشمالية ووفقا للتحليل الأغلب وبعض الكثير من المصادر التي تدعي صلاتها ببعض المصادر الداخلية في كوريا الشمالية تقول أنه أجرى عملية جراحية في القلب منذ قبل منتصف الشهر الحالي وهذا لا ينفي أن كلها تظل أوضاع مؤقتة وبالتالي ربما يعود مرة أخرى إلى الظهور مرة أخرى جزء آخر من هذا الاهتمام الكبير يتعلق بطبيعة النظام في كوريا الشمالية إذا افترضنا غياب الزعيم الكوري الشمالي سيكون هناك سؤال كبير حول من سيتولى السلطة في كوريا الشمالية والأهم هو كيف سوف يتم عملية الانتقال ربما تكون أخته هي المرشحة الأكبر ولكن سيظل السؤال هو الطريقة التي سوف يتم بها الانتقال بالإضافة إلى مواقف قوى أخرى شديدة الأهمية داخل كوريا الشمالية حزب العمال بالإضافة إلى الجيش في كوريا الشمالية والسؤال الأهم سيظل مطروح هو هل سوف يكون أي قيادة سياسية جديدة في كوريا الشمالية لديها القدرة على إجراء مراجعات كبيرة في السياسات الداخلية والنظام الاقتصادي والسياسي والسياسات الخارجية وعلى رأسها بالطبع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والموقف من أزمة البرنامج النووي كل هذه الأسئلة أعتقد التي تقف وراء هذا الانشغال العالمي الكبير بهذه القضية هناك من حتى ذهب في تحليل ما يحدث غياب كيم جونغ أون عن هذه المناسبة ومناسبة ذكرى جده يعني أنه ربما قد يكون كيم جونغ أون يحاول أن يجري اختبارا للعالم والدول في سياساتها مع كوريا الشمالية هل تعتقد أن يمكن أن يكون هذا السيناريو وارد؟ يعني بالطبع لا يمكن أي استبعاد مثل هذه السيناريوهات يعني في التعامل مع كوريا الشمالية النظام الكوري هو نظام مغلق نظام لا يمكن التنبؤ بسلوكه يعني في الكثير من المنسبات السابقة أو في فترات سابقة فاجأ العالم بسلوكيات خارجية يعني انتقل على سبيل المثال في بداية عام 2018 انتقل من مستوى شديد التصعيد والصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الجارة وعلى رأسها كوريا الجنوبية انتقل مرة وبشكل مفاجئ إلى التطبيع والانفتاح على كوريا الجنوبية فبالتالي بالفعل لا يمكن التنبؤ بسلوك النظام الكوري ولكن في تقديري أن هذه المسألة ربما يعني يضحض هذا السيناريو هو الانشغال الصين الصين أرسلت يعني فريق عالي المستوى أو الفريق المسؤول بالأساس عن إدارة العلاقة مع كوريا الشمالية أرسلته إلى يعني كوريا وبالتالي هذا يعكس انشغال الصين بما يجري في كوريا الشمالية الأمر الذي يشير إلى أن العملية الجراحية ربما يكون هو السيناريو الأكبر دكتور محمد أرجو أن تبقى معي سنتابع أيضا من هذه المواقف الحذرة أيضا مما يحدث في كوريا الشمالية مقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن أمله في أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بصحة جيدة مؤكدا أن بلاده تربطها علاقة طيبة بكوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون منذ الاختفاء المفترض لزعيم كوريا الشمالية تتحدث تقارير عن خلافه في الحكم خبراء في حالة وفاة كيم ستظل كوريا الشمالية تمثل تهديدا نوويا للعالم المرشحون لخلافته اثنان من العائلة وواحد من خارجها الأخت كيم يو جونغ اكتسبت شهرة وسلطة العم كيم بيونغ إيل الأخ المتبقي لزعيم السابق كيم جونغ إيل وأيضا تشوي رويوينغ هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى هو أيضا من بين المرشحين لخلافة كيم جونغ أون إذن أعود إليك دكتور محمد فايز فرحات بداية أريد أن أخذ تعليقك على الموقف الأمريكي لماذا هذه اللغة الدبلوماسية جدا من قبل الرئيس ترامب تجاه زعيم كوريا الشمالية وتمنيه بأن يكون بالفعل بصحة جيدة أعتقد مرجع ذلك عاملين الأول هو العلاقة التي يمكن وصيب أنها علاقة خاصة تطورت بشكل مفاجئ بين الرئيس الأمريكي وبين الزعيم الكوري الشمالي وبالتالي أصبح هناك خبرة أو ربما درجة من بناء الثقة يعني ليست بشكل كامل ولكن إلى حد ما بين الجانبين بمعنى أن الرئيس الأمريكي ربما يسق إلى حد كبير أن الزعيم الكوري الشمالي لن يقدم على إجراء تجارب نووية جديدة وقد لا يقدم على إجراء تجارب نووية أو تجارب صاروخية بعيدة المدى هناك نوع من الثقة أو الانفتاح تطور بين الجانبين العامل الثاني هو يرتبط بهذا أو يدعم هذا العامل هو التخوف من إجراء أو حدوث انتقال في السلطة في هذا التوقيت هذا التوقيت هو مهم بالنسبة للرئيس الأمريكي هو يواجه أزمة كورونا من ناحية ولديه مشكلة تتعلق بالتجيز للانتخابات القادمة وبالتالي إذا افترضنا وصول أي زعيم جديد ربما ستكون هناك فترة جديدة لاستكشاف العلاقة معه في هذا التوقيت الحارج ربما يقدم أي قيادة سياسية جديدة في كوريا الشمالية ربما تقدم على تكريس أو تأكيد شرعيتها ووفقا للتقاليد السابقة دائما تهديد الشرعية في النظام الكوري يعتمد على التجارب النووية والتجارب الصاروخية يعتبر أن هذه القضية الرئيسية المهمة في دكتور كوريا الشمالية هي حماية النظام لو تولت شقيقة كيم جونج أون السلطة في كوريا الشمالية ما المتوقع فيما يتعلق خاصة بالتهديد النووي أعتقد هناك بعض العوامل الإيجابية التي ترشح التفاؤل فيما تعلق بمستقبل كوريا الشمالية في حالة وصول الأخت أولا أنها طلقت تعليم في الغرب أو في أوروبا وربما هذا يجعلها تمتلك بعض الخبرات في التعامل أو مع العالم بشكل عام ولديها رؤية بشأن ما يحدث في العالم وبالتالي ربما تكون لديها مشروع لانفتاح كوريا الشمالية على العالم أيضا لديها علاقات جيدة مع كوريا الجنوبية وكما نعلم هي أدارة هذا الملف بشكل كبير في الفترة الأخيرة منذ بدء عملية الانفتاح في يناير عام 2018 ولكن ما يواجهها في تقديري أولا أنها ليست هي الوحيدة التي سوف تكون مسؤولة عن عملية صنع القرار هناك مؤسسات أخرى وخاصة الجيش في كوريا الشمالية ربما يعرقل وصولها إلى السلطة من حيث المبدأ لأنها ليست هذه المرة الأولى التي قد تتولى فيها السلطة إمرأة ولكن أيضا في تقديري على الجانب الآخر رغم هذه العناصر الإيجابية التي تدعي إلى التفاعل نعم دكتور محمد نعم انتهى وقتنا دكتور محمد نعم أشكرك أشكرنا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات رئيس برنامج الدراسات الأسيوية في مركز الأهرام من القاهرة اشتركوا في القناة